أقدر أقولك أنه لما تيجي تشوف كل هذه البيانات طيب واحدة واحدة بقى هل هذا الإقليم في حملة أي أو يقدر يتحمل أي حرب تانية؟ لا طبعا على الإطلاق ما يحدث في غزة كافي وما حدث خلال عامين ماضيين في الحرب مما بين روسيا وما بين أوكرانيا كافي وقبلهم كورونا كافي طيب تعال هنا نبص على المنطقة هذه المنطقة لو اشتعلت إلا هيحصل؟ تبتتكلم هنا بقى على اشتعل ليه؟ منطقة بتمر بيها على الأقل على أقل تقدير 14% من حجم التجارة الدولية ده الحصل لقدر الله اشتعل الوضع في المنطقة بالكاملة أنا أكلمك مثلا على قناة السويس على سبيل مثال طيب تعال بقى نشوف على أنه أكبر مجموعة مصدرين للنفط يصدر النفط إلى سائر دول العالم إن اشتعلت المنطقة سوف تتوقف صدرات النفط أو سعر النفط هينط يبقى في السماء ومن ثم قد تتوقف حركة الصناعة في العالم بالكامل بسبب عدم إمدادات النفط الخليجية إلى سائر دول العالم اشتعل المنطقة يؤدي إلى تاني ده اللي اتكلم فيه في خامة الرئيس من يوم 7 أكتوبر إن هذا التصعيد إن لم يتوقف سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع تاني سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع تعالي ناخد التايم لاين أو الخط الزمني بدأ التصعيد الإسرائيلي تجاه غزة بعد شوية أصبح فيه تصعيد من قبل حزب الله في الجنوب اللبناني بعد شوية أصبح هناك تصعيد من قبل مجموعة أنصار الله جماعة عبد الملك الحوسي في اليمن وبالتالي حصل المشاكل بتاعة مضيق باب المندب وخليق عدن ومن ثم البحر الأحمر بعد شوية أصبح فيه عندنا اشتعال على الجبهة السورية مع الحدود مع دولة الكهان الصهيون المحتلل للأراضي العربية طبعا نهينا عن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية نفسها واللي ما هواش بس مقصور على قطاع غزة لكن امتد أيضا للضفة الغربية يعني كل اللي قاله فخامة الرئيس صح 100% طيب مؤخرا أصبح فيه عندي تبادل أو تصعيد متبادل ما بين بلدين ما بين الكهان الصهيوني وما بين إيران هل المنطقة في حمل المزيد من التصعيد؟ في حمل المزيد من الحروب؟ هنا مصر بتلعب دور الوسيط واحد النزيه المطلق اتنين القادر ثلاثة الذي يمتلك هذه الحكمة أربعة الذي يمتلك علاقات متوازنة مع جميع الأطراف وهتلاقي أنه فيه اتصالات كانت شديدة الكثافة ما بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأمريكي من جهة وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإيراني من جهة وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإسرائيلي من جهة